يسعى سيد محمد للاندماج اقتصاديا في موطنه الذي هجره قبل عقود ليقيم في مالي بعد فرقة دهر فهو ليس غريبا في المدينة ولذلك يذهب في نهاية جولته اليومية في السوق إلى بيت أحد أقاربه للراحة أو المبيت ولا حرج كنت في تهريكي من ضمن مجموعة اعتقلتها فاغدر المتنقلة بين بير وتنبوكتو فقررت الفرار إلى موريتانيا لقد أحرقوا الدكاكين وأسلبوا الناس ما بحوزتهم من نقود فعدت هنا صفر اليدين فاتجارتي نهبت وبقراتي بقيت هناك خلال الأشهر الأخيرة عاد آلاف الموريتانيين المقيمين في الشريط الحدودي مع مالي وفي مدن العمق المالي إلى وطنهم منهم دخل المدن ومنهم انفضل البقاء في مخيمات على أطراف القرى الحدودية هذه العائلات ولد كل صغارها والكثير من شبابها وشيوخها على الأراضي المالية ثم لما لم يبقى لها خيار غير رحيل نسلت قبل أيام على أطراف قرية موريتانية ترتبط مع سكانها بأواصل القربة كنا في قرية مجاورة للمبارا فاقتحمها الجيش المالي وفاغنر قتل من قتل وفر من فر ثم وصلنا إلى هذه القرية نحن نطالب حكومة بلدنا بتقديم عون عاجل لنا فنحن في أمس الحاجة للدعم فلا ماء ولا مرعى ولا مال فقط فررد عن أموالنا رغم ما يعانيه هؤلاء النازحون من قسوة الظروف وما ينتظرهم من ضبابية المستقبل ما تزال للأمل فسحة وللفراخ متسع لماذا؟ طالما أن المرأة على أرضه تفصله مسافة آمنة عما نزح خوفا من باطشين إبراهيم مصطفى العربية كليفة فصال قرب الحدود الموريتانية المالية